اشتركوا في القناة في جزء المرتبط بالأعلاف لكن جزء المرتبط بالمدخلات باش نتحكموا في الإنتاج باش المواد الفلاحية ما ترتفعش في في الأسواق بخصوص شق المرتبط بالماء اللي هو عنصر أساسي ومحدد في هذه العملية هذه سبو الكلفة دياله استاد المليار ديال الدرام سبق ليتكلمت عليها في هذه الندوة غيرها ما مرة تقريبا هات الصيف هذا غدي 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 انتهي هذا المشروع هذا غدي زود المنطقة ديال أبورقرق بيرقرق بالماء من المنطقة ديال 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 سبو في نفس المشروع كين واحد المشروع على مستوى آآ على مستوى فاس لمنطقة ديال فاس باش نعملو واحد تقريبا واحد ستمية وستطعاش مليون ديال الدرام الهدف منه هو تنقيات هاد المياه اللي كيف ما كان عرفوه في الفترات ديال الزيتون كي يتم يعني نسبيا كي يتقاس هاداك الماء بهذاك المخلفات ديال 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 الزيتون الآن سوف يتم العمل على تنقية هذه المياه ونقل هاد الواحدات دكشي اللي الى مكان بعيد جدا باش تكون المياه في 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 جودة عالية في نفس الاطار عملات الوزارة المكلفة بال بالماء طبعا للحكومة على انه وتسرع من الانجاز ديال واحد تمنتاشر سد كبير هاد السدود غادي ترفع بالقيمة ديال يعني المجموعة الاحتياطي المائي الوطني غايتزاد بخمساد المليار اضافية خمساد المليار متر مكعب كان مجموعة ديال السدود اللي بلا ما نتكلم عليها منطقة ديال اقادير اللي في الواحد الكبير التي تقوم بتحليات المياه البحر على مستوى منطقة ديال سوس واللي جزء منها مخصص الاغراض الفلاحية وجزء مخصص الاغادير الكبرى سوف يتم ايضا تسريع البرنامج من اجل الرفع من هادل 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 داخلاء داخلاء ايضا يجي يتيم الآن العمل حاليا على انجاز محطة ديال التحلية بمدينة الداخلاء جزء منها ايضا موجه للسقي ديال واحد الخمسالف هيكتار تم توقيع في هاد شهر هذا اتفاق مع المكتب الشريف الفوصفات بخصوص وحدتين غيزو دو اسفي وجديدة ايضا سوف يتم اعطاء الانطلاق لانجاز محطة تحلية بالمنطقة الشرقية ببطاقة انستيعابية تصل الى مئتين وخمسين مليون متر مكعب سوف يتم ايضا اطلاق لمحطة ديال الدار البيضة ان شاء الله نتمنوا من هنال نهاية السنة ايضا هناك برنامج كبير اللي هو البرنامج ديال ديال تسريع مشاريع عادة استعمال المياه العادمة خاصة في المجالات ديال ريال مناطق الخضراء وغيرها هاد المشروع هدا سيمكن في الشطر الاول ديالو من سعبئات مئة مليون متر مكعب سنويا من خلال انجاز تلاتة وتلاتين مشروع مبرمجا من ها 18 توجدوا في طور الانجاز حاليا وعلى مستوى العالم القراوي رأي يتم العمل طبعا من اجل مواجهة الخصاص التي تطرح في بعض المناطق قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة